امل من السعودية فضل هي امل السلام عليكم دكتور السلام يا فندم اهل النساء بقول لحضرتك من كام سنة كان لنا جارة فهي كانت مؤذية جدا فحضرتك كان في قطة على السلم فكانت دايما تحط لهم شطة وبعد كده في مرة 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 كنت واقفة في البلقونة فليقيت قطة قمت تقريبا مرمية من فوق السطح فانا طبعا يعني يعني شفت المنظر تأثرت جدا فقلت اللهم امين يا رب اللي رمى القطة دي اللهم امين تحصل له نفس الشيء دي فاغلع عن ما عنده بعدها تقريبا باسبوع فكان حصلت مشكلة جامدة بيت الست دي وقام بناء على ابنها كان مصلي وكويس جدا جدا وبيتطقي الله في كل شيء وبعد كده ام الولد ده بناء على المشكلة امريم نفسه فانا الوقت حسى ان انا في الدعوة دي فحضرتك استخدر على العزيز يا متبا وليهمك انا فاهم اللي انت قلتيه ويمكن انا ويمكن انا اكون الوحيد في العالم اللي حيجاوبك طب اسمعني بس يا دكتور حاضر عناية حاسمة عناية يا خدي طب سؤال صغير قد كده تنتوفة انا غلطان اني قلتلك ان انا الوحيد اللي حيجاوبك لانك ما انتش عايزة حد يجاوبك وحتفضلي لتاتة وعجان يا بيت اسمعي يا بيت اسمعي انا حسألك سؤال صغير اسمعي بس يا بيت رد علي يا امل انتكلمه كلمة دولية انت مش قصد تسأليني الدعوة اللي انت دعتيها لما تحققت تعباكي جدا طب امال ايه بقى هتكملي ايه تعملي عمرة صلات عملت له عمرة حضر تعملي عمرة غلط ولا الكلام ده لو ايه لازمة وبدعينه على طول فصول طب اسكت ولا تدعي حتى انا هقولك الاجابة بقولك انا الوحيد يا روح امك وروح جوزك وروح انا كمان يال اسمعي يا اختي لما نفتح التمهيد ابن عبدالبر على الشمال هنقرى اللي هقولك عليه ده واحد من الصحابة اخوك مات فالبس جلبيت اخوه الميت فقابله واحد قال له تلاقيك كنت فرحان لما اخوك مات عشان تلبس جلبيته طبعا هو ما كانش فرحان اللي هي التعليقات بتاعتنا احنا الربط احنا احنا لما نربط بعبقرياتنا السودة ونخرب بيوتنا انت تلاقيك زعلان عشان انا ما عملتش ما عرفش ايه انت تلاقيك مأموس عشان لقيت ام هنا حرام عليك يا دجالة يا مفترية مين قالك انه متدايق عشان امك هنا متدايق في مليون حاجة تدايقه ليه حكمتي ليه بايه فقاله تلاقيك فرحان ان اخوك مات عشان انت تلبس الحتة ازاي فردي فالتاني من غيزه قاله اله تشوف اللي انا شفته واخوك يموت وتلبس انت كمان جلبيته ومات اخوه وبالفعل واللي حصل كده قال ايه بقى الصحابي الاولاني قال اللي انا بزعم ان انا يمكن من بقايا او قلة او النادر او الوحيد اللي احفظ الكلام ده وفهمه قال ايه صحابي الاولاني اللي هو علاجك يا اختي بتاع العمرة قال ايه قال دعوة وافقت قدرا واورثت بغضا يعني اللي انا قلته ده وافق الاضر اخوه كان حيموت سواء انا قلت او ما قلتش فانت قلت اله اللي حمل كده يحصل له مفيش دليل يا اختي واحد على ان دعوتك استجيب لا كان حيرم نفسه بس انت دي الدعا بتاعك صاد في القادر يخطي الكلام ده غالي جد لا حيتكلفك بقى عمرة ولا حيكلفك حاجة غير انك تستعيزي بالله وتستغفري انت لقتلتيه ولا لقحتيه عشان تروح تعمليله انا ده على واحد مدايقني مؤذي ولا مش مؤذي ودعوتي انا وافق اكررها تلت مرات ودعوتي انا وافقت قدرا وافقت قدرا وافقت قدرا وافقت قدرا او ما اروح اعمل له عمرة في فقه الاسلامية بتاع ازمة الفكر اللي حيموتوني حاجة بتقول كده في فقه ان لو واحد دع على واحد ومتقلب مات يعيشت العمر ومتقنب ومتعذب لا يعيش متعذب ومتقنب وانموته وراخر وناخد منه القصاص لما يجيب السكينة واتباحه انما الدعاء يوافق القدر مش يستجاب احفظيها لانها غالية والحلقة دي غالية جدا عشان هذه المكالمة لانها مهمة جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة